السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم استاذ امين عبدالحسيب الضريب. هنتعرف النهاردة ان شاء الله على الاجابة النموزجية لامتحان الحاسب الالي محافظة اسيوت الترمي التاني عشرين اربعة وعشرين الصف الثالث الاعدادية. يلا بنا. هنا زي ما حضرتكم شايفين السؤال الاول بقول لضع علامة صح او علامة خطأ. قول لرقم واحد التهديد الالكتروني عبارة عن ارسال رسائل الالكترونية تحمل تهديد او وعيد لشخص او اكثر. طبعا اجابة صحيحة. جملة التكرار for next. احد جمل التكرار المحدود. حيث تستخدم عندما نرغب في تكرار كود معين عدد محدد من المرات باجابة صح. الدلة عبارة عن مجموعة من الاوامر والتعليمات باسم معين. يمكن ان تأخذ وصائق صح. وتعود بقيمة رجعة صح. كل الكلام المكتوب صح. ولكن. ايجي هنا الترجمة بقول لي وسائط. كلمة وسائط يعني parameters. لكن هو كتب لي ايه? values. طيب. وتعود بقيمة رجعة parameter. قيمة الرجعة اللي هي الام return. تمام كده? اه هنا جل لي وسائط يعني values بتعود بوسائط value بقيمة. وبدل القيمة حطي لي parameter. يبقى هنا اجابة غلط لان الترجمات اللي حطتها غلط. يعني كلمة وسائط ترجمتها المفروض parameter. وقيمة رجعة المفروض value او return value. تمام كده يبقى ديه غلط. يستخدم المبرمج الامر ريم في كتابة ملاحظات. يمكن كتابتها داخل كود ويتم ترجمتها. طبعا اجابة صحيحة. عند تسمية المتغيرات والثوابت يفضل استخدام الكلمات المحجوزة لدى visual basic.net. طبعا لا يسمح باستخدام الكلمات المحجوزة وبالتالي اجابة خاطئة. السؤال الثاني. هنا بقول لي اجيب عن النقاط التالية مستعينة بالكود التالي. رقم واحد. ايه الغرض من الكود? طبعا عشان اجيب الغرض لازم اشوف هو عاوز يطبع ايه? فرجيته هنا بقول لي انا عاوز بعد ما تنتهي عاوز ان انا اطبع الصم. الصم ده طبعا المفروض انت عارف كلمة صم يعني كلمة مجموعة. طيب وبالتالي هيبقى اكيد مجموعة الاعداد. تمام? طب اعداد ايه بقى مش عارف? اه هاجي هنا دي طبعا جملة الدويل زي ما هو هيسألني فيها كمان شوية. الدويل بتبدأ قيمتها من هنا. يبقى انا مجموعة الاعداد. من كم? من واحد. تمام? الى اخرج كم? اخرج اللي هو بعد الشرط. الى ان? تمام? بس اللي جيته هنا بقول لي معدل الزيادة المتغير بيسوي نفسه زائد اتنين. يعني انا كل مرة هزود اتنين. طب انا يبقى مجموعة الاعداد الفردية من واحد الى ان. يبقى الغرض من الكود تباعة مجموعة الاعداد الفردية من واحد الى ان. طيب بقول لي جملة التقرار المستخدمة في الكود. دويل لوب. طيب سيتم تنفيذ الحلقة التكرارية طالما ان الشرط او الكوندشن او الكوندشن او الكوندشن اكسباشن ترو. يبقى طالما ان الشرط ترو. او تحقق الشرط. الشرط ترو. طيب. يتم اظهار مجموعة الاعداد الفردية في اداة العنوان. في اداة الايه? العنوان. عندما نصل الى عدد اكبر من العدد الموجب الذي تم ادخاله. في اداة التحكم. هي ايه الاداة التحكم اللى هتدخل فيها? ما لو خطى لك هتلاقي كاتب لك اهوة الان. بساوي تيكست بوكس وان دوت تيكست. يبقى انا هكتب فين? يبقى هكتب في التيكست بوكس وان. اه. يبقى اداة التحكم اسم ايه? تيكست بوكس وان. اللى هو صندوق الكتاب رقم واحد. والتي تم تخصصها بالمتغير. ايه اللى تم تخصصها المتغير. اه هنا العدد اللى هو هيتخصص اللى هو بتاع المتغير اسمه ايه? ان. يبقى دي العدد بتاعي. يبقى يتم اظهار المجموع. اهو. عندي المجموع هيدخل فين? هيدخل الرقم بتاعي هيدخل في الايه هنا. وهينعرض على الليبل. يبقى هيدخل الان اللى هو الاعداد بتاعك تدخل داخل التكست بوكس وهتظهر النتيجة على الليبل اسري. اسطل لبعده. الكلمة المحجوزة التي تستخدم في انشاء سطر جديد هي. في بي كريل. الصيغة الصحيحة للاعلان عن ايه? متغير المرتب. طبعا المرتب يعني الفلوس. والفلوس دايما لازم يكون معايا كسور. معايا نص جنيه معايا خمسة سرعين جرش. يبقى معاك فك دايما. وبالتالي هنا ما ينفعش يكون عدد نوعه صحيح. طبعا التلاتة بدأني بدم. لكن هنشوف ان نوع البيان هنا انتجر يعني عدد صحيح. الفايت عدد صحيح. وبالتالي عندي الديسيميل اللي هو العدد الغير صحيح. يبقى هتوبقى الديسيميل. من انواع البيانات المتنوعة التي لا تندرج تحت تصنيف البيانات الرقمية او الحرفية. يعني نوع لهو رقمي ولا حرفي. طبعا السنجل بيان رقمي عشري او كسري. الشير حرفي. يبقى ما عنديش اللي هو المتغير العام اوبجيك. اللي هو بيحجي 8 بايت الزكرة. طيب رسالة الخطأ التي تظهر عند كتابة الكود. ايه دي دايمنشان اكس اس بايت. ايه دي. ايه الغلطين. اه احنا بنقلن عن المتغيرات بالامر اسمه ديم. طب ما هي دايمنشان يعني متغير. لا. هو الكلمة المحجوزة ديم. وبالتالي هنا غلط في كتابة الكود يبقى ده خطأ ايه املائي او نحوي. ساين تاكس ارور. طيب ناتج الهائي اللي عاملين الحسابية طبعا هنا العملية عشان ناخد الاولويات. فهنا عندي ضرب وبعدين طرح وبعدين جسمة. طبعا الاولوية هنا الضرب والجسمة على نفس الاولوية بياخد من اليسار اليمين. يبقى هضرب اللي هو اربعتاشر اربعتاشر في اتناشر. وبعد كده هكسم اربعة الاتنين في هالاتنين. يبقى الناتج من اربعتاشر في اتناشر. ده هطرحه مية اتنين هيساوي المية ستة وستين. مية تمانية وستين اطرح يبقى ايه? مية ستة وستين. خيء السؤال اللي بعديه. هنا السؤال الرابع بقول لي اكتب مكان النقط ومصرحة. طيب. عبارة عن مجموعة من الاوامر والتعليمات تحت اسم معين. وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ الاوامر والتعليمات. طبعا ده على طول الاجراء. الاجراء. الاعلان عن الدلة. يبدأ بفانكشن. وايه? طبعا هي حالة روح. وينتهي. اندفانكشن. طيب. رقم تلاتة. تشترط لغة نقط ان يكون المتغير اسمه ونوعه ومدر. هو انت اصلا ما بتدرسش اللي لغة واحدة بس اللي هي visualbasic.net. اه. طيب. رقم اربعة. يستخدم الامر لغة في عن السوابت. تمام. الكونست. او. طيب. رقم خمسة والاخيرة. وضع او تعيين قيمة للثابت او المتغير يسمى. طبعا يسمى assignment اللي هي التخصيص. تخصيص قيمة او وضع قيمة لي. انتهت الاسم. اتمنى ازعاب حضرتكم الفيديو. ما تفقدش عني بالاعجاب. اشترك معنا في القناة. تبعيز الاجراء صلاح لكم منه كل جديد. وما تنساش موجود على القناة شرح ومراجع وامتحانات لصف الاول السنوي. والتاني السنوي التوفيق والنجاح يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.